اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الالكالي اللي هي المواد وعلى رأسهم السوديم هادروكسايد والبوتاسيوم هادروكسايد ودول اقوية جدا وكمان السوديم والبوتاسيوم كربونيت ودخلين في تصنيع الصابون وبعض المنظفات ودخلين في الكيميكال سينسز واليورين شوجر تست بيخلدوهم في التابلتس بتاعة تحليل السكر بتاعة البول واليورين شوجر تست بيحتوي على سوديم هادروكسايد هنتكلم النهاردة عن التوكسيستي للتعرض لهذه المواد اللي هي المواد الاسترونج أسد أو الاسترونج بيز ككروسف أو ككوستيك إيجد زي ما اتفعنا هنتكلم الأول على الكروسف اللي هم الأسد اللي هي المواد الحمضية المواد الحمضية بتعمل هي ميلي الكروسف أسد بيعمل ديستركشن للتيشو وبيعمل دايركت كيميكال ري أكشن وبيعمل يعني نوع من أنواع التكسير للتيشو ويبتدي إنه هو يتحد مع البروتين والتيشو بروتين بتتحول إلى مواد أسيديك بروتينيت والهيموجلبين كمان بيتفاعل ويتحول لدارك أسد هيماتين والإنتنس استيميوليشن باي أسد بيعمل لص أو ردد فاعل ريفليكس لص أو فاسكولار تون بيأثر على التون بتاعة الأوعية الدموية والسلفوريك أسد أيضا بيعمل ديهايدريشن للتيشوز وممكن يعمل تشيرينج ويعمل لها النوع من أنواع إنها تتحرق أو تسود وخاصة التشيرينج ده بيبقى مع السترونج أسد اللي هو الكونت سلفوريك أسد بيخلي اللون أسود فالمواد الكروسيف هي بتتحد مع الهيموجلب بتعمل دارك هيماتين وتتحد مع البروتين وتعمل أسيديك بروتينيت الباثولوجيكال فايندينج اللي احنا بنشوفه لما بناخد سترونج أسد أو سترونج بيز أورل بيحصل كروجين احتراق وتآكل في الأسوفيج والسطمك والأريا أوف كونتاكت بيبقى لونها بلاك طبعا في معظم الأسدز بيبقى لونها بلاك ويحصل كروجين في الماث بشكل كبير يمكن اللي بيبقى لونه مختلف عن البراون أو البلاك هو بيعمل لون يلو ويبتدي يحصل بريسبتيشن ليه البلود بياخد لون كافي جراوند برضو ممكن نشوف هذا اللون اللي هو مدي على بني أو بلاك في الأسطمك ولو حصل إن هي جات على الآي بيحصل دي نوديشن للكورنية بيحصل تآكل في الكورنية وفي السفير كيسز بيحصل إديمة ويحصل نيكروزيس موت للخلايا فمي اللي بيحصل كروجين زي ما اتفقنا بيحصل تآكل أو يعني مواد حرقة مواد كاوية الأكيوت لو أنا اتعرضت لها باي إنجيشن أخدتها أورل بيحصل بيرنين في الماوث وكوروجين في الفارنكس والأبدومن واللوم بيبقى بلاك أو براون أو ييلو زي ما اتفقنا مع النايتريك أسد وممكن يحصل كمان وضياري ويبقى فيه دارك برسيبتيت بلد وبيأثر على الفاسكولار تون فبيحصل فول في البلد بريشر وممكن يحصل كمان أسفيكسي اغتناق نتيجة حدوث تورمات لإيجلوتس أو الإيجلوتس اللي هي لها دور في عملية التنفس طيب لو إنهيليشن اتعرضت لأسد فيونز من خلينا بنتكلم على حتى هذه اللحظة بيحصل اغتناق وممكن أيضا يحصل وضيق في الصدر وبيحصل زي ما اتفقنا وممكن يحصل إن الشخص يتقيق ويحصل للدم يعني الشخص يكح دم أو يحصل تقيق للدم ويحصل كمان نقص في التنفس خاصة مع الكولورين فيبر من الهايدرو كلوريك طيب لو جت على الجلد برضو بيتاخد سيفير بيد واللون بيبقى بلاك أو براون وممكن يلو في النيتريك أسد ويحصل بيرنينج والهيلينج بيبقى سلو جدا ويتكون سكارس ولو جت على الآي بيحصل الإديمة يبقى ميلي من الحاجات المميزة الإديمة أو البالمونر إديمة لو جت في التنفس أو الكونجكتايب الإديمة وبيحصل كورنيل ديستركشن العلاجات ميلي يعني في الانجستد أسد أو لا يفضل أن انت تعمل جسر غسيل معدي أو أن انت تتقيق لأن الغسيل المعدي أو التقيق ده بيعمل للمواد الكاستيك أنت متعرض لمواد حارقة كوية فلو هي موجودة لسه في جي وانت عمل اميس أو جس ده بيخليها في وكأنك بتتعرض لها للمرة التانية بأخد ايه اخد مية او لبن اخد كمية كبيرة جدا من المية واللبن ولو حصل ان الشخص تقيق بشكل كبير لازم ادي عشان تعود كمية تلقيق وريليفنج البين لو فيه ألم بشكل كبير بيده مورفين صلفيت ازا انالجيسك و كان زمان دايما يقول لك اللي تعرض لسترونج اصد او تعاكس هذا الكلام لكن لا أقول ان الكلام ده غلط لان انت لو اخدت يعني انت تعرضت الاست فاخدت انت دود اللي هو يعني انت تعرضت هCL فروح التفاعل بيبقى ويطلع هيت بشكل كبير حرارة عالية ويطلع جازس والهيت والجازس دي بتعمل مور اند مور انجري طيب لو حصل اسفيكسيا نتيجة ان حصل ايديمة للجلوتس لازم تتأكد من الاروي تعالج الشوك اللي هي لا قدر الله لو حصل هايبوتنشان شوك لازم تزبط البلد وتدي بعض السوائل وتدي كمان لو حصل للسطمك او الاسوفيجس لغاية ما تتأكد من المنظار من الاندوسكوبك اجزاميناشن وبيدو حاجات مضادة للالتهاب زي البريدنزيلون بوينت تو ميلي جرام فورتين ديز ان يحصل ضيق في الاسوفيجس بيحصل حاجة اسوفيجية يعني الاسوفيجس بيدي ويقفل فلازم تاخد مضادات للالتهاب زي البريدنزيلون لمدة 10 ديز لو في انهيليشن بايزنينج عشان تقلل من حدوث البلمونري ايديما برضو يعني تاخد بريدنزيلون حيقلل حيقلل الفيبرو والديزيز اللي ممكن تحصل في اللنج بشكل كبير اذا العلاج ان انا ولا بعمل ولا بعمل جسر ولا بعمل اخد مية اخد لبن واعالج الانفلاميشن او اعالج الاديما بين ان انا اخد البريدنزيلون بوينت 2 ميلي جرام بير كي جي لمدة 10 ديز طيب لو وقع strong acid لا قدر الله هذا strong acid يعني وقع لا قدر الله وجاء في عيني بقى في strong acid كده موجود في عيني اعمل ايه لو جاء strong acid في عيني لا قدر الله لازم ان انا اعمل dilution للأسد اخس العيني بكمية من ال fluid على قد ما تقدر بكمية كبيرة جدا من المية عن طريق ان هما بيستخدموا حاجة اسمها water bubbler air foundation على الاقل تقسل عينيك يعني ببابلر يضخ مية كده في عينيك لمقدار ربع ساعة ونقلل البين عن طريق ان احنا ندي analgesic وزي ما اتفقنا الانالجيسيك اللي كانوا بيستخدموه كان المورفين في الاسكن لو وقع على الجلد في emergency measurement ان احنا نحاول نشيل الاسد عن طريق ان احنا نقسل المكان ده بالمية لمدة ربع ساعة لو لو جا في الهدوم نعمل دي contamination خلاص يعني نشيل الهدوم if the close is contaminated برضو نستخدم مية نخسل المكان بالمية وبعد كده نشيل الهدوم دي نعمل نحاول على قد ما نقدر ان احنا نعالج الاماكن اللي حصل فيها بشكل كبير لو انا تعرضت لها باي انهيليشن اضبط الريسبايراتوري اعالج الهايبوتينشن شاك عالج البالموندر الاديمة او الالتهابات بالبريدني زلون بس هنا ممكن نستخدمه اورال او ممكن كمان نستخدمه اي في كل اربع ساعات ولو حصل لا قدر الله نوع من انواع الانفكشن نيومونيا او حصل لا قدر الله التهاب بكتيري بناخد انتي بايوتيك او ناخد انتي بكتيريا الكرانيك لو انا تعرضت بقى يعني كل يوم بشملي شوية او خلينا في يعني بشم شوية او ده ممكن يأثر على يعمل في ويعمل تآكل في وممكن كمان يؤدي الى نيومونيا لا قدر الله في يعني صعوبة في التنفس او التهاب رئوي يحصل وكمان ممكن يحصل نيوموني يبقى ميلي لو انا اتعرضت زي ما اتفقنا لا يفضل ولا جسر ولا ميلي بعالج الاعراض بعمل بالمية واللبن جا في عناية بخس العناية لمدة ربع ساعة جا بالمية طبعا وقع على جلدي بخس الجلدي او بالمية لمدة ربع ساعة ومنساش ان دايما الاسد بيعمل حاجة اسمها اسيدك بروتينيت طيب لو انا اتعرضت لسترونج بيز اتعرضت لمواد كروسف الميكانزم بتاع الالكلي الالكلي بيتحد مع البروتين ويعمل بروتينيت وبيتحد مع الفاتس ويعمل سوب وبيعمل برضو نيكروزيس و ديبلي بنتريتينج يعني ميلي بيعمل بنتريشن لمكان ابعد دايما الالكلي يعني بيعمل بنتريشن لمكان اعلى وبيفضل يعمل سولوبيليتي يفضل يدوب الحاجة فبيوصل لمكان ابعد فالسولوبيليتي دايما دي بتحصل نتيجة السترونج بيزيس فتعمل مور وفيرز بنتريشن يعني دايما السترونج أسد السترونج أسد دايما لما الانسان بيتعرض له بيقف عند مقدار معين ما بيحصلش ديب بنتريشن لان السترونج أسد بيحصل كده كواجيلم أو بيحصل نوع من انواع النكروزيس فالسترونج أسد بيتوقف عنده نقطة معينة لكن السترونج بيز دايما بيعمل ويعمل وينتقل الى اماكن ابعد يعمل خلاص وتأثيره ممكن يستمر للايام بيعمل حاجات جيلاتينيس ويعمل نكروزيس لو انا اتعرضتله طبعا هيبقى فيه سيفير بين وضائرية وممكن يحصل كولابس وبوض في الدورة الدموية وال خلاص البيشنت ممكن يبقى عنده ابدمين بين و بورد لايك ابدمين رجيدي بيبقى فيه كمان ابدمين رجيدي ويبقى فيه هبوض فيه الضغط و يعني ممكن كمان مع الوقت يحصل دليد بير فوريش افتر سيفرال ويكس ممكن يحصل كمان حاجات تانية مونز وييرز ممكن يحصل ريكوفري من الاميدي دامج ويبتدي لقدر الله لو انا ماخدتش العلاج بشكل كويس يكون حصل اسوفيجية ويكون حصل ضيق في الاسوفيجس ويبقى دايق على نفسه عشان كده برضو العلاج مهم جدا طيب لو وقع في العين برضو بيعمل كونزوكتايفل اديمة وبيعمل كورنيال ديستركشن لو وقع على الجلد بيعمل بنيتريشن العلاجات لو انت اتعرض للحاجات دي باي اورل برضو نعمل بالمية واللبن نعمل منظار ونشوف حصل ايه خلاص بنعمل منظار على المريء وممكن كمان نعمل نخسل شوية بأسيتك أسد بنعمل ديليوشن للالك لغاية ما نعمل نوتراليزيشن ولا يفضل ان انت تعمل جسر تلافاج ولا يفضل ان انت تعمل اميسز عشان ما يحصل شفرزر اكسبوجر ويحصل مور اند مور انجل الجنرال ميجرز برضو ما بنديش حاجة بالبوء لغاية ما نعمل اسفيجوسكوبي وممكن ندي البريدنزلون لمدة 10 days زي ما اتفقنا مع بعض كanti inflammatory وممكن ندي برضو ده يمنع البكتيريال لو حصل لا قدر الله بيرفوريشن الاي كونتكت لو وقع على عينيك لازم اتصرف بسرعة وقع على العين لانه برضو حاخسلها بالمية لمدة 15 دقيقة برضو من الحاجات المهمة لو فيه بين بناخد حاجات انالجيسك ونتطمن على المريض ونتطمن على عينيه ونروح لدكتور عيون لو وقع على الجلد برضو نخسل بالمية ويفضل برضو لمدة ربع ساعة هو تقريبا نفس الكلام بتاع السترونج بس دايما في السترونج بيز اتصرف بسرعة لانه هو بيعمل ديب بنتريشن لانه هو بيعمل ويعمل ويوصل لأماكن أبعد الكرونيك بويزنينج بيختلف بها الكرونيك بويزنينج خد بالك بتاعة السترونج أسد كانت بتعمل جو نيكروز وتعمل تيث إيروجين هنا ما اللي بيحصل درماطايتس بيحصل درماطايتس لو حاجة جت على الجلد خلاص فلازم انت تعالج الدرماطايتس وكاتب لك البريفنشن الاكسبوجر الليمت لازم دايما نيبقى ابزوربت ابزوربت يعني تاخد بالك وتعمل احافظ على المواد الكروس في حاجات وما تتفتحش بسهولة عشان الاطفال ما تتعرض لهاش يفضل ان انت تحافظ عليها في دي كمان بنتكلم على ان انت يعني تبقى لابس نظارات عشان الحاجة ما تقعش في عينيك وبرضو مغطي جسمك ولابس جلافز وانت بتتعامل مع المواد الكروسيف ودايما بتستخدم مية لما تقع على ايدك او جلدك لمدة ربع ساعة وزي ما اتفعنا دايما بالنسبة لي البسترونج بيز تتصرف اسرع برضو بنستخدم موسك عشان منشمش الجاز دهيت و يبقى دايما الناس اللي بتشتغل بالسترونج بيز او نحاول دايما انه هما يبقى الاكوبمنت بتاعتهم ليها سيفتي بروفايل عالية وما يتعرضوش للحاجات دي بسهولة لازم يبقى لابس الجلافز لازم يبقى في جوجل لازم يبقى فيه موسك عشان ما يحصلش انهليش الكنسانتريت الكاليس زي ما اتفقنا يمكن موجودة في بعض اليورين زي ما قلنا الصوديوم هيدروكسايد كان موجود في اليورين شوغر تست تابلت الدرين كلينر الاندستريال امونيا ال كل الحاجات دي بيبقى فيها او او بتعمل نيكروز تعمل و نيكروز خلاص مهمة قوي ان البيز بيعمل دايما بيدوب وبيموت الخلايا اما الكنسانتريت اصد زي ما هو موجود في بطاريات العربية وموجود كمان في المطاهرات بتاعة البولز لحمامات السباحة وال طايلت بقى الكلينرز الحاجات اللي بيغسلوا بيها الطايلت دي بتبقى فيها دي لو انا تعرضت لها بتعمل نيكروز بس بيحصل كواجيلم او بيحصل كواجيليشن يعني بتقف عند مكان معين خلاص طيب الويكر الحاجات الضعيفة زي 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 الامونيا زي دي ممكن تعمل حروقات من الدرجة الاولى سوبرفرشيال بيرنز او الهايدروفلوريك برضو ممكن لاقدر الله يعمل ويعمل انجري ديستركتيف انجري فمهمة قوي وانت بتذاكر التيبل ده ان انت تبقى عارف السترونج بيز والسترونج أسد بيعملوا ايه انا شايف دي نقطة مهمة ان السترونج بيز بيعمل ليكويفيكيشن نيكروزيس اما السترونج أسد بيعمل كواجيلم نيكروزيس وما تنساش الهايدروفلوريك أسد ممكن انه هو يعمل ديليد و ديستركتيف انجري خلاص دي كلها نقطة واحنا دايما ولا بنستخدم امتك ولا بنستخدم جاسترك لغاش ولا بنستخدم حاجات نيترالايزنج لان التفاعل زي ما اتفاعلنا بيبقى اجزو سيرميك وبيطلع جازز والجازز دي بتعمل انجري بشكل كبير اوي بالنسبة لشغل العملي نهتم بالتلاتة دول ان احنا جربنا ان احنا نستخدم السوديام هيدروكسايد والنيتريك أسد والسلفوريك أسد كل واحد من دول له صفات معينة يعني السوديام هيدروكسايد لما جينا استخدمناه عمل امالسيفيكيشن وعمل جيلاتين عمل جيلاتين يبقى السوديام هيدروكسايد من اللي بيعمل امالسيفيكيشن وبيعمل طبقة جيلاتينية فالسوديام هيدروكسايد بيعمل امالسيفيكيشن وجيلاتين لايك عشان ما انا بذكره عارف. دايما النيترك أسد بيعمل آآ بيصفر الايج وايد بيعمل الى الايج وايد فهو بيخلي اللون آآ ييلو. السلفوريك أسد لازم تلاقي كلمة دارك او تلاقي كلمة بلاك. لقوا ان في السلفوريك أسد لقوا آآ ان بيتكون آآ بيربل في لويت. وز السلفوريك أسد حصل آآ بيربل اوكي. آآ يمكن مش واضحة قوي لكن هما يعني آآ بيقولوا ان هو بيدي لون بيربل. ماشي. لكن السوديما هيدروكسايد قلنا عمل جيلاتينيس آآ مولسيفيكيشن. النيترك أسد عمل آآ ييلو. السلفوريك أسد ممكن ان هو يكون عمل بيربل آآ فليويد فورب. بس هو برضو يعني يمكن لو تحط بتركيزات اعلى يعمل حكاية حتة بتاعت ان هو دارك وبلاك ووشيرينج دي زي ما دفعنا هو بيعمل دايما ايه آآ اروقات يعني و وكأنه ايه بيعمل آآ اخلي الحاجة سودا. خلاص. فهنا التجربة احنا استخدمنا التلاتة دول. السوديما هيدروكسايد واستخدمنا النيترك أسد والسلفوريك أسد. خلاص. وحطناهم على الايج وايت. ايه اللي حصل? السوديما هيدروكسايد. عمل جيلاتين وايمال سيفيكيشن. النيترك أسد ادى لون ييلو. السلفوريك أسد ادى بيربل في الاجز زي ما هو مكتوب هنا. وكل هذه التأثيرات كانت على البياض بتاعة البيض. البياض بتاع البيض. طيب. آآ ايه تاني برضو من التجارب المهمة. آآ التأثير على الربط انتست. دي بقى واضحة شوية بقى فيها اللون اللي تشيرين جديد. تعال نشوف. لو انا حطيت على الربط انتست. هايحصل ايه? السوديما هيدروكسايد بيعمل اللون ده. آآ باف اوربينك. باف اوربينك. ده اللون ييلو. على طول وانا مغمض ييلو يبقى ده آآ نايترك أسد. نايترك أسد بيعمل اللون ييلو. وبيعمل شرينكج. ييلو وشرينكج. هنا آآ بيحصل ايه? هنا برضو ده سترونج سالفوريك أسد. ميدي آآ ايه اللون هنا برضو ممكن يكون حصل شرينكج. وهنا بقى مكتوب انه حصل شيرينج ايه? انه هو بيبتدي ايه? يسود. ويبتدي اللون بتاعه يبقى درك بشكل جديد. دي برضو من الحاجات المهمة ان السوديم هيدروكسايد بيعمل لون يقولوا عليه باف او بينكا. الييلو آآ او حصل شرينكج وييلو. يبقى على طول ده نايترك أسد. لان النايترك أسد دايما بيعمل اللون الييلو. آآ هنا حصل شرينكج وحصل شيرينج. ده نتيجة السالفوريك أسد. انه هو يعني هنا في السيكشن ده. كل اللي انا عايزك تبقى انت ذاكرته كويس. ان دايما الاخطر هو اللي سترونج بيز. لانه هو بيعمل تبقى حاطت في دماغك ان انا ببعملش ولا بعمل ولا بعمل ولا بعمل ميلي باخد مية باخد لبن. آآ واقع في عناية اخس العناية لربع ساعة. واقع على الجلد اخس الجلدي لمدة ربع ساعة. آآ ما نساش جدا انه ممكن فيه الكرانيك آآ او يعني آآ كرانيك سترونج أسد. بيعمل مشاكل في التيث زي ما اتفقنا بيعمل تيث آآ اروجن. اما بالنسبة للكرانيك بيز لو وقع على الجلد ممكن يبقى حاجات كرانيك آآ درماطايتس. والاتنين بيأثروا على الفاسكولر تون. فممكن يعملوا هاي بوتينشن ويعملوا فازو دايليشن. والالوان مهم. اليلو يبقى ده على طول هو النيتريك آآ آآ آسد. ده آآ بوف او بينك. ده آآ زي ما اتفقنا تشيرينج يبقى السالفوريك آسد. وما تنساش هنا حصل في البياض بتاع البيضة وتكون طبقة جالتينية. هنا اخد لون يلو زي ما اتفقنا النيتريك آسد. هنا السالفوريك آسد ممكن يدينا لون آآ بيربل في الاتجز زي ما اتفقنا مع بعضينا. يعني موضوع بسيط بإذن الله ما ياخدش مننا وقت كبير في المذاكرة. وزي ما اتفقنا ممكن يحصل كونجكتايفل ايديمة بالمونري ايديمة. اي ايديمة تدي انتي انفلاماتوري زي البريدنيزولون. ولو في بين تدي انالجيسك زي المورفين دي كلها حاجات لابد ان انت تحطها في دماغك. طب لو انت خايف من حدوث البرفوريشن وحصل بكتيريال انفكشن بنيدي برود سبيكترم انتي آآ بايوتك من الحاجات اللي بتستخدم يا جماعة بشكل كبير. وكده احنا فرقنا بين اللي سترونج آسد وبين اللي سترونج آآ بيس. ترجمة نانسي قنقر